أهلا بكم من جديد وهذا موعدنا مع جولة في أبرز العنوين التي تصدرت الصحافة العالمية وتصحبنا في هذه الجولة الكاتبة الصحفي رسولة نادية أبو المجد أهلا بك سنوات أهلا بك بداية الجولة من موقع بيزنس إنسايدر وتقرير عن قضية مقتل خاشخجي يقول الموقع في تحليله أن ترامب فعل كل ما بيوسعه لتجنب إدانة ابن سلمان في قتل خاشخجي واليوم يواجه الموعد النهائي الذي حدده مجلس شيوخ لإصدار تقرير بشأن الجريمة واضح أنه فيه تجدد للكلام مرة أخرى عن جريمة قتل خاشخجي وتبعاتها بعدما كان فيه بعض الخفوط أو طبعا بعد أربع شهور من الجريمة لكن طبعا ده بسبب جزء منه بسبب هذا الموعد اللي هو 120 يوم المفروض أنه ترامب يقرر فيه أنه ماذا سيفعل هل سيطبق فعلا قانون مجنسكي أم لا حتى هذا التقرير يقول العنوان باين أنه ترامب فعل كل ما بيوسعه أنه يحاول يمنع فأكيد هو مش هيكون سعيد أو سريع في الاستجابة لأنه ياخد قرار فورا حتى التقرير يقول مش متوقع أنه هو يلتزم بهذا الموعد النهائي لكن هناك كثير من الضغوط كما فيه ضغوط زي ما شايفين الموضوعات العمالة بتطلع في الصحافة يعني مش صدفة أنه تقرير نيويورك تايمز اللي طرع فجر اليوم اللي هو يتحدث عن موضوع الرصاصة وما إلى آخره فأنا شايف أنه حتى العنوان دال أنه هو إلى هذه الدرجة أنه ترامب متهم بأنه هو منحاز في هذه القضية وأنه العيون عليه وطبعا دلوقتي الوضع مختلف في ظل مجلس النواب الجديد وما إلى ذلك لكن طبعا يعني أنه بيقولوا ننتظر ونرى أنه إيه هو الإجراء الذي سيتم اتخاذه في ظل كل هذه التطورات نعم وعن ذات القضية كتبت The Conversation تتساءل لماذا تمت جريمة اغتيال جمال خاشخجي داخل القنصلية يعني السؤال اللي هو الناس كتيرا بتقول أنه يعني ممكن يضربوه بعروية في الشارع يعني بالزبط يعني أو يعني حاجة لكن هو هي بتقول عشان يعني نحاول نجيء وعلى هذا السؤال لازم ننظر لي موضوع الحصانة معنا الحصانة الدبلوماسية سواء بالنسبة للمكان يعني زي ما شفنا أنه ما إذرش السلطات التركية تدخل تفتش في السفارة إلا بعد سماح لها من قبل السلطات السعودية لأنه القنصلية أو السفارة بتعتبر أرض للدولة في الدولة الأخرى فلا تطبق عليها القوانين وأيضا بالنسبة للأشخاص لأنه عدد من يعني الفريق القتل معهم جوازات سفر دبلوماسية وذلك يفسر أنه الطريقة اللي هما دخلوا بيها وطلعوا في بعض البعض تفتش لأنه مش كله معاها جوازات سفر دبلوماسية لكن البعض لم يتم تفتيش وبيقول ده يمكن يفسر اللي هو تصريحات لبعض المسؤولين الأتراك بخوفهم بأنه تكون جثة خاشقجي قد تم نقلها خارج البلاد أصلا لأنه طبعا مش مصدقين قصة المتعاون المحلي وما إلى ذلك فهي هذه هي أحد الأسباب اللي ممكن تفسر لماذا تم اختيار المكان بهذه الطريقة لكن طبعا برضو رغم كل ذلك غريب أنه حد يتوقع أنه تحدث جريمة بهذه الطريقة وأنه يتم يعني مش عارفة زي تخيله أنه لم يتم كشف أي شيء أو أنه يعني وكأنها لم تحدث يعني لأنه كمان شخص معروف ومش مجرد أي شخص وهو قال لهم أنه في حد ينتظرني في الخارج وفي كاميرات يعني كل ذلك يعني نرجع تاني الموضوع هي فكرة الحصانة واستغلال طبعا استخدامها ما زلنا مع قضية خاشقجي ورأي آخر من موقع فوربس يقول انتقادات حادة لولي العهد السعودي تصلت الضوء على نضال الرياض لإبقاء الحلفاء الغربيين إلى جانبها يعني هنا بيتكلموا على شخص كان من أشد المؤيدين للسعودية هو كريسبين بلانت اللي هو رئيس كان رئيس سابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم وهو كان من أشد أشد المؤيدين للسعودية وحتى عندما كان هناك بعض الاعتراضات على زيارة ولي عهد السعودية في مارس الماضي لي لندن كان هو بيقول لا يجب أن تفرد له السجادة الحمراء ويجب أن هو مهم وأن هو قبله قبل كده وتكلم معاه وكان منبهر به لكن هو تحول لي أشد الناقضين ليس فقط لدور السعودية لكن ليه ولي العهد بالتحديد ويتحدث عنه بعدم احترام أنه غاضب منه وأيضا يتحدث بما معناه أنه يعتقد أنه مسؤول أو له علاقة بإصدار الأمر بقتل خاشخجي فبيقول ده مجرد مثال على أنه كثير من ما زالت السعودية بعد أربع شهور من الجريمة تناضل وتحاول أن تبقي حلفائها الذي انقلبوا عليها وهذا التقرير أيضا يذكر به برضو انقلاب موقف السيناتر الجمهوري لانسي جراهم الذي هو من أشد 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 المعارضين والمهاجمين للسعودية ومحمد بن سلمان بعد جريمة قتل خاشخجي لو ذلنا إلى موقع المونيتور الذي صلت الضوء على قضية أخرى تتعلق بجماعات الضغط التي تعاون مع النظام المصري لتحسين صورته في أمريكا وعنها كتب الموقع يقول مصر تقطع علاقتها بجماعة الضغط بارزة بعد أيام من فشل مقابلة السيسي مع قناة سي بي اس الشركة دي اللي هي جلوفر بارك هي من أشهر شركات اللوبي أو جماعات الضغط في أمريكا وهي بدأت العمل مع السيسي بعد انقلاب 2013 بيقولوا في الوقت اللي كثير من الشركات اعتدرت لانه اعتبرت انه هذا انقلاب عسكري ودموي وما إلى ذلك الا انه كلوفر بارك هي اللي بقت من أشد المؤيدين واللي بيحاولوا تلميع صورة السيسي والنظام في مصر رغم الجرائم التي ارتكبت وتبقى لتسريبات عرفنا انه الامارات هي من كانت تدفع لهذه الشركة لانها تتكلف اتنين مليون دولار سنويا فلكن يبدو انه ما حدث انه غضب من مصر انه كان فيه كلام بيتردد انه ربما يكونوا هما ديهم دور في ترتيب المقابلة وبعد ذلك فشل في محاولة عدم اذاعتها احنا عرفين انه كان النظام في مصر كان بيحاول انه فوضح انه كانوع من الغضب انه وضح انه تم انهاء هذا العقد يعني العقد انتهى لكن لا حد من الشركة علق ولا السفارة المصرية في واشنطن علقوا لي في هذا التقرير يعني ما ردوش على هذه التسائلات لكن يعتقد انه هذا هو السبب وبعدين يقولوا يعني مصر تنتظرها او النظام في مصر ينتظروا اوقات صعبة قادمة بعد وصول الديمقراطيين انهما نويين انهما يعيدوا النظر في المساعدات العسكرية لمصر اللي هي تقدر بمليار وتلتمائة الف دولار وايضا يعني تتعقد مهمة اي شركة علاقات عامة او تحسين صورة او ما الى ذلك في ظل ايضا الكلام عن تعديل الدستور وانه سيسي سيبقى لي عام عشرين اربعة وثلاثين نعم من موقع معهد التحرير لسياسات الشرق الاوسط نطالع ما كتبوا عن عمليات الجيش المصري في سيناء حيث قال انها كانت انتصارات سطحية لكن من دون حسم في سيناء هذا التقرير بمناسبة مرور عام بالضبط يوم 9 فبراير غدا هيكون مرور عام على بداية العملية الشاملة في سيناء وهي ليست في سيناء فقط لكن الوحات الغربية وعدد اخر من المناطق فهذا التقرير بيتحدث على انه تم طبعا بعض النجاحات والحد من العملات الارهابية في سيناء لكنها وصفت هذا النجاحات بالسطحية اللي هي short term and long term يبدو انها ممكن على المدر القصير لكن مش بالضرورة انها نجاحات متقبلية ويعني هناك عدة مؤشرات ذلك اول حاجة بيتكلموا على انه صحيح انه هناك تكثيف للهجمات والضربات الجوية لكنها ليس بالضرورة انه لدى مصر الآن او النظام في مصر استراتيجية اوسع من ذلك يعني دايما بيقولوا انه فكرة الحل العسكري او الامني ليس فقط يعني لم يحل مشكلة الارهاب فكما لم يحلها من قبل هذه ايضا العملية لن تحل المشكلة من جذرها بجانب انه هذه العملية ترتب عليها معاناة انسانية كبيرة تحدث عنها الكثيرين ايضا انه فيه كلام على انه بعض العمليات التي تحدث هي ويتم تصوير انه قتل على انهم ارهابيين هم في الواقع مختفين قصريا يعني تم توثيق عدد من الحالات فبيقولوا يعني ده هذا معناه انه ده شوية بيأثر على مصداقية بيقولوا المتحدث العسكرية تقريبا طلع 30 بيان في هذا العام فيهم ارقام اعتقد انها مهمة يعني انه تم قتل 464 ارهابي وتم الاعتقال حوالي 8000 شخص فهما بيقولوا انه تبقى لمؤسسات عالمية متخصصة في الارهاب بيقولوا انه مفروض انه الارهابين عددهم 1250 اللي هما تبعوا ولاية سيناء فما هذا العدد كله اللي بيتم اعتقاله ده غير يعني هذا العدد هذه الاعداد في خلال العام مفروض انه عملية الحرب على الارهاب من 2013 فمن كل هؤلاء الذين قتلوا ولم يتم القضاء على الارهاب تماما فبيقولوا رغم بعض المبالغات الا ان هناك نجاحات لكن يجب ان تعتمد ايضا على سياسة بعيدة المدى وانه ليس حل امني فقط في ملف اخر وعان الزيارة المرتقبة لكبير مستشاري البيت الابيض جاريد كوشنر والمبعوث الامريكي للسلام من الشرق الاوسط في اواخر فبراير الجاري كتب الموقع يقول كوشنر وجرينبلاتي سيسافران الى خمس دول عربية على الاقل لدفع قطة السلام في الشرق الاوسط هو بيقولوا انه هو معني اكتر في هذه الرحلة بالجانب الاقتصادي لعملية السلام او يعني صفقة القارن اللي ما بقاش حد بيستعمل قوي هذا التعبير اعتقد انه بقى ليه مغزى معنى سلبي انه يعني بيحاول يعرض الجوانب الاقتصادية الممكن تكون ايجابية في حالة توصل لهذا الاتفاق فبيقولوا لكن طول ما ما فيش اتفاق سياسي منفرش تتكلم عن جوانب اقتصادية الحاجة اصلا مش مرفوضة لكن انه ربما يعني تم انه فرص عمل للفلسطينيين وما الى ذلك وبيقولوا يعني مما يعقد من مهمته ومهمة المستشارين الاخرين اللي يعني اللي حيجوا معاه انه ما فيش اتصال دوقتي مباشر بين ادارة ترامب والسلطة الفلسطينية اللي هي قطعت علاقتها منذ اعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل فكل ذلك ما بيخليش كثير من الامان لكن يعني هي الادارة الامريكية ما زالت تريد انه ده يكون احد انجازتها فكرة اللي هي صفقة القارنة او عملية السلام او ما الى ذلك لكن لن يتم اي شيء بيقولوا قبل يعني لم تعلن الخطة بجانبها السياسي قبل انتخابات الاسرائيلية في 9 ابريل القادم وعن قصة البرلاني الهولندي الذي كان عادية للدين الاسلامي كتبت بولومبرج تقول عضم سابق في حزب هولندي ضد الاسلام يصبح مسلما يعني هيدر يعني كمعروف بعداءه الشديد لالاسلام هو في الحزب اليميني المتطرف لخيرة فلدر اللي هو معروف بعداءه الشديد لالاسلام وهو ايضا يعني السبب انه هو كان بيعمل بحث علشان يطلع كتاب جديد ضد الاسلام او ينتقد الاسلام ففجأة انه تم انه اعلن اسلام وسيكتب كتاب مختلف تماما مما يعني اطرح حفيظة اللي هو زميله السابق بيقول بالضبط يعني التشبيه اللي هو قاله قال كأني سمعت ان واحد نباتي قرر ان هو يروح المتبح يعني هذا هو رأيه فهو للأسف انه يعني هذا التقريب يقول انه هو لم يتمكنه من الحصول على تصريحات منه منه شخصيا لكن يعني ناشر كتابه الجديد تحدث له يعني تم اعلان انه يعني اسلامه رسميا صحيح واخر في اكثر من لقاءة تلفزيوني يتكلم عن اسلامه بالضبط وبيقوله يعني حدث شيء مشابه ايضا في المانيا يعني اعتقد منذ عدة عوام صحيح صحيح يعني سبحان الله يعني طريقة معاداته للإسلام هي سكته انه يدخل للإسلام سبحان الله لا وانه يدخل يعني هيكون باقتناع عن الزبط وختام هذه الجولة مع صحيفة ميرور البريطانية وعن الهتفات المعادية لمحمد صلاح النجم ليفربول كتبت الصحيفة تقول المشجعون المتعصبون الذين يسيئون لأمثال محمد صلاح يستحقون السجن وليس منعهم من حضور المباريات مدى الحياة فقط يعني معروف انه محمد صلاح تعرض لبعض الهتفات العنصرية يعني المسيئة سواء لي أو للإسلام أو ما إلى ذلك مفروض انه اعتقد من شهرين طبقا لهذا التقرير وانه ما زال البوليس يحقق لكن كاتب هذا المقال بيقول انه مش لازم يتأخر البوليس يعني فيه أو الشرطة فيه اعداد مثل هذا التقرير علشان تبين انها جدة في محاربة مثل هذه الظاهرة لانه وزيما عشان كده يعني بيطلب حاجة متشددة انه مش بس انه يمنعوا اذا تم فعلا التعرف عليهم من خلال الكاميرات انه يتم بس منعهم من المتشات بيقول لا يجب انهما يسجنوا لانه بيقول اللي بيعمل كده في الملعب غالبا ممكن يرتكب جريمة خارج الملعب فانه الموضوع خطير ليس فقط لانه محمد صراح بس يعني مفروض انه اي هتفات مسيئة عنصرية انها تقابل بمنتهى الحزم لانه هي دي اللي ممكن تترتب عليها زي ما قلنا انه جرائم خارج الملعب ولذلك هو ينادي بانهما يسجنوا وليس فقط يمنعوا من حضور المباراة اشكرك شكرا جزيلا كاتبة صحفية نادية ابو المجد شكرا جزيلا لك وفي النهاية نشكركم على طيب المتابعة وان شاء الله نحق لكم غدا في مسائل جديد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته